أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش أن مئة عنصر من التنظيم استسلموا في الرقة السورية خلال الـ 24 ساعة الماضية وتم إخراجهم من المدينة الناطق باسم التحالف الكولونيل رايان ديلون قال إنه ما زال يتوقع ختالا صعبا في الأيام القادمة ولم يحدد توقيتا للموعد النهائي لاستعادة الرقة من داعش بشكل كامل من جهتها أكدت وحدات حماية الشعب الكردية أن القوات التي تقاتل تنظيم داعش في الرقة توشك على إلحاق الهزيمة به وأعلن تحرير المدينة في الغضون اليوم أو الغد